كابتن جمال التاريخ يصب لمصلحة البرازيليين مبارتين كأس عالم سابقات البرازيل فازت في المبارتين السابقات في هذه النسخة الحالية برازيل حققت فوز سهل على الكرة الجنوبية حسمت الأمور في الشرط الأول وارتاعت في الشرط الثاني على العكس من كرواتيا التي خاضت مباراة شرسة مع اليابان وذهبت إلى الرقلات الترجعية الفارق المجهود البدني تتوقع يكون أفضل للبرازيل أولا لا شك بأن الحال البدني قد تصب في مصلحة البرازيل أكثر من المنتخب الكرواتي لكن خلينا نعترب بأن المنتخب الكرواتي منتخب عنيد لا يخسر بسهولة حتى نتاجه في المباريات الماضية برغم أنه غير عن مستوى في بطولة كأس العالم الماضية إلا أنه فريق عنيد جدا لا يخسر بسهولة هو فاز في الدور الأول مباراة وتعادل مبارتين وفي دور الستاشتة عادل مباراة وفاز فيها بعد وقت إضافة وبعد ضربات جزاء لذلك المنتخب البرازيلي يخشى مفاجأة المنتخب الكرواتي اللي بعرف كيف يقتنس الأهداف خلال اللقاءات وبالتالي المنتخب الكرواتي فريق مش سهل أنه المنتخب البرازيلي يدخل على المباراة وكأنه لا عبد المنتخب الكوري الجنوب في المباراة الماضية وأتوقع الحالة الدفاعية كابتن جمال الحالة الدفاعية الكرواتي أحضر لأنه هما باللقاءات المنديال الحالية خمس أهداف أربع في مباراة واحدة من كندا بقية مباريات سجلوا هدف واحد فقط لذلك الحالة الدفاعية أعلى من الحالة الهجومية بالنسبة للمنتخب الكرواتي بينما المنتخب البرازيلي مفاتيحه متعددة الحالة الهجومية لدى المنتخب البرازيلي متعددة بكل أشكال الحالة الهجومية للعب التعاوني الحالة الفردية لللاعبين على مستوى عالي جداً المهارات الفردية التصويب من بعيد الكرات الثابتة حلول المنتخب البرازيلي في هذا المنديال عديدة المباراة اللي فاتت شوفنا المنتخب البرازيلي يعني معاودة نيمار يعني ظهر بصورة مغايرة حتى عن الدور الأول لعب سريع بلعب بعدة أشكال داخل أرضية الملعب بتحولات عديدة داخل أرضية الملعب المباراة على الورق أقرب للمنتخب البرازيلي ولكن المدرسة الأوروبية والمدرسة الأمريكية الجنوبية عادة ما يكون هناك مفاجآت لذلك المباراة بسهلة توقعات للبرازيل أكثر أكثر